لماذا اتجه عمر بن لحي إلى تسييف هذه السوائب والعودة في النقل على الحافظ بن حجر لأن الباب ليس فيه خبر مرسل خبر متصل قال وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمر بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام يعني سافر مرة إلى الشام حين السفر يكون فيه خير وحين السفر يكون فيه شر هذه كانت شر عليه وعلى الخلق كلهم الذين اتبعوه قال فخرج إلى الشام وبيع يوم إذن العماليق قوم يقال لهم العماليق ينتهي نسبهم إلى رجل منهم كانوا مشهور بطول الأكسام قال وهم يعبدون الأصنام وجدهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منهم قال اعطوني صنما والعياذ بالله فجاء به إلى مكة جاء بهذا الصنم إلى مكة وجد القوم يعبدون صنما قال اعطوني بواحد فأعطوه صنما فجاء به إلى مكة فنصباه إلى الكعبة وضعه بجوار الكعبة وهو هبل سماه هبل يعني استوهب منهم صنما وآت به من الشام إلى مكة وضعه عند الكعبة وسماه هبل وكان قبل ذلك في زمن جرهم قبيلة جرهم التي كانت في قبل إسماعيل عليه السلام قد فجر رجل يقال له إساف بامرأة يقال لها نائلة هذه القصة شهيرة دائما تقرؤوها في السير وقد وردت في بعض الآثار بل في كثير من الآثار قصة إساف ونائلة قصة شهيرة جدا في السير وعند المطلعين على التواريخ وعلى أمال أهل الجائلية إساف ونائلة قال فجر رجل يقال له إساف يعبرون بفجر أي زنة والعياذ بالله بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة يعني عياذا بالله ارتكب هذه الجريمة في الكعبة قال فمسخهم الله جل وعلا حجرين فمسخهم الله حجرين وكان من الجدير إذا مسخ حجرين أن تتعظ ولا تفعل محرم لكن الشيطان زين للناس العمل وجعل الناس يعبدون إسافا ونائلة وهما زانيان والعياذ بالله قال فأقذهما عمر بن لحي فنصبهما أيضا حول الكعبة فأصبح حول الكعبة الآن أنا ذاك ثلاثة أمر بن لحي أتى بهبل من العمليق واستخرج إسافا ونائلة الممسخين إلى حجرين وجعلهما بجوار هبل قال فسار من يطوف يتمسح بهما يبدأ بإساف ويختم بنا إلى يبدأ بإساف ويختم بنا إلى وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمر بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو الثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أبا ثمامة يعني كان الاستراحة المصري يسمون خاوي مصاح وهذا كان كثيرا في الجاهلية كان منتشرا في الجاهلية كان الشخص الكاهن يصادق جنيا ولا ياذب الله يساعده أحيانا و يستمتع به هذا يستمتع بهذا وهذا يستمتع بهذا هذا يستمتع بهذا في باب وهذا يستمتع بهذا في في باب ولا ياذب الله قال وقال أيضا عمر لسواد بن قارب ورد هذا بأسنيذ على ما يبدو أنها تصاحب مجموعها أن رجل كان يقال له سواد بن قارب وكان يتكاهن في الجاهلية كان يتكاهن في الجاهلية فأتت جنيته جنيته ذات ليلة أتته الجنية ذات ليلة فقال أتاني رئي بعد عمر سأله لما أسلم أخبرنا عن قصتك مع جنيتك سواد بن قارب ألا كنت نئما ذات ليلة فأتتني جنيتي قال أتاني رئي بعد ليل واجعة من الليل ولم أكو قد بليت بكاذب فذكر أبيات شار طويلة وقال فيها عجبت إلى الجن عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها تأوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها العفريت جاءت بهذه الأبيات طويلة لكن هذا القدر المتكرر في الأبيات عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها تأوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها فتكرر هذا البيت وقال قم الحق بهذا الرجل الذي جاء في مكة واتبعه مضمون كلامها فكانت جنية سببا في إسلام فكان من الناس من يصادق الجن ويستمتع بعضهم ببعض كما قال تعالى كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولي أم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا جذير بنا أن نتفطن لمثل هذا يا إخواني ومن الذي نتفطن له لأن له واقع عملي وإن كنا لا نراه فنحن متفقون كمسلمين على أن الله سبحانه وتعالى قال وأصدق القائلين إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم فالجن يراك من حيث لا تراه متفق على هذا ذكر الشيخ لسام تيمياء رحمه الله في أسباب الصرع التي أحيانا تحدث لبعض بني آدم الصرع الذي يحدث لبعض بني آدم رجالا أو نساء رجالا أو أو نساء قال إن من أسباب ذلك لذلك أسباب متعددة ذكر منها ما هو مشاع عند العم والله أعلم صحته أنك قد تقتل جنيا أو تصب عليه مأساق في الحمام أو نحو ذلك وذكر سببا آخرا هو الذي أريد الإشارة إليه أن الجني العفريت قد يرى امرأة متجردة من سيابها قد يرى امرأة متجردة من سيابها فيعجب بها فيصرعها للاستمتاع به أن الجنية قد ترى رجلا على هذه الحال فتعجب به أيضا وكل شيء بإذن الله فتصرعه كي تستمتع كي تستمتع به قال ابن تيمية رحمه الله وهو أخف أنواع الصرع يعني أخف أنواع الصرع هذا النوع من الأنواع فالشياد من هذا كله أننا نتحفظ أيضا ولا نتجرد تجرد العريني أو العرين كما قال البعض فعلينا أن نتحفظ لأن هناك من يراك هناك من يراك وأنت لا تراه جن يرونك ملائكة تراك ورب العزة يراك سبحانه وتعالى فالتسطر مطلب والله أعلم قال الشاهد أن عمر بن لحي على ما حكام ابن الكلبي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أبو ثمامة فقال لبيك من تهامة قال لبيك من تهامة يعني أني جئتك من بلا تهامة معروفة بلا تهامة قال ادخل بلا ملامة فقال ائتي سيف جدة ائتي سيف جدة أو جدة على ما يسميه الناس الآن جدة ائتي سيف جدة تجد آلهة معدة فخذها ولا تهب ودوا إلى عبادتها تجب يعني الذي أوعز إليه الآن من؟ الشيطان فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس ويود وسوء ويغوث ويوق نصر فحمله إلى مكة ودع إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب فالله أعلم ولا يبعد أبداً أن الجنة تغوي بني آدم وتحملهم على الضلال ولا ياذ بالله بشد الصور فاتقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك فله رجال وله جنود وله فرسان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد شاركهم في الأموال أرزاقهم التي رزقهم الله يأتيهم الشيطان وقال أخي اجعل نصيب منها للوثن اجعل نصيب منها الآن للسيد البدوي صحي كده قالك اجعل نصيب منها للسيد البدوي أو الإبراهيم الدسوق يريد بذلك أن يثبت عندك أنك تطلب كشف الضر أو جلب النفع من هؤلاء الأموال في زمان الرسول كانوا يوقفون أو يوقفون ذلك للأصنام هذا ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وصلي لهم على نبينا محمد وسلم اشتركوا في القناة